السلام عليكم البنات وصبح الخير عليكم وإن شاء الله الفيديو ديالي هدي تلقاكم كاملاتيك بخير والأخير البنات اليوم جبت لكم واحدة الفكرة يعني شريتها فكرة شريتها من المرشي قال لك بنات تزاير يجيبوا الفكير يخلوا العقل حاير المهم البنات اليوم لقيت في الأسواق هاد الاغري اللي كنت شفتها ديجا واليوم يعني شريتها جيبخي لو ريسك بسك حسيتها بليك حتعطيني نتيجة مليحة او ديبو لابخوميا غفوة لي شفتهم شفت هاد الاغري هادو في بليدا لكن كي سألت البائع ما قلنا عنيش قليق لو فيهم بطاطة سكي فيما يعني حاوت حطيتهم لكن اليوم كي بديت وقريت المود دان بلواوش مكتوب ايبا جيتي تنتي قلت نشريهم ولا نفعو هام نفعو لي وليكم ولا ما نفعوش معليش أنا اللي تفر فيا خير ما يعني تفر فيكم كاملة المهم وشريت هاد الافوخشات لبنات كي مراكوا تشوفوا لي نستعملوهم في القلاساج تاع الشوكولا كي نستعملو دي قاتو يعني نطيبو دي قاتو لي يلزم لهم القلاساج جايين دي فوخشات دوكن وريهم لكم دوكن فتح لو باكي دايغ معاكم شريتهم والله اعلم خمسة وثلاثين الف البنات يعني ولا ما غلطش خمسة وثلاثين الف نقدرو نديرو بهم تزين كي مراحي نشوفو في الصورة نزينو بهم شوكولا وثانيك في الطالة يساعدونا كي نغطصو الحبيبات تاع القاتو نرفدوها بهدلي فوخشات هادو ما هدي هي عجبني هاد المنتج ووالا راني شريتو وراني نشارك معاكم هادو افكار ويعني حاجات اللي يدوروا في الصوق كيين بنات ما يخرجوش يعني ما يعرفوش كيين اللي يشوفو ويخافو المهم انا حتيتهم في هات سليلات هكا بش ما يغطروا ليش وانا يا البنات تاني كنا نرى لكم يعني وشريت شريت هاد ال الالة هدي اللي يخدم بها لدونات لدونات البنات يعني هدي وصفة quase ما كنا نديروها كنا نسموها اليو يو كنا نديروش حل من وصفة لو كزادوا لها الشوكولا وعطوا لها الأسم وراه هدي دونات هدو راه هم ديرين حنا ولو مام يبيعوهم يعني في الزنقا كين مام الوصفة يعني في العلبة يعني الوصفات كين شحل من الوصفة المهم هادي يعلب لكم موجة الصيف ان شاء الله ودراري يحبوا هاد الشي هلو كيما كنت شوفوا ها يملك هادلي غري اللي راح هادو كاتيك نستعملهم قدامكم نستعمل وحدة فيهم يطيبوا فيهم ليك خاصة والمنو دينا اليوم نبنات البيتزا شوفوا البنات هاني نكتب دي في سينما في العدواز شوفوا شوفوا لوزاد هنا كتبتوا بكل همزة المهم كي كنت نكتب يعني ما قدرتش بس كنت شادها الكاميرا بيدي ونروحوا لبنات او بخيبار لباتتانا كيف كيف يالله بسم الله في البول تالبخي لبنات درتزوج كي سينتا فارينا الكاس تالحديد هادا يرفضلي 250 مليلتر بالنسبة للناس اللي تحبياني المقادير المضبوطة درت مغير فاتع لحظة حليب مجفف نص مغير فاتع سكر ونص مغير فاتع خميرة كيميائية ومغير فاتع صغيرة تاع ملح وزوج مغير فتاع الزيت شوفوا ما كاش ما اسهل الوصفة سهلة بالبزة في البنات هاد المقادير يعطونا زوج خبيزات تاع بيتزا وبديت بيانسير ندور في البيتخان تاعي ونزيد في الماء الدافي عمرت الكاس تاعي بالماء الدافي وبديت نزيد بشوية انا بلكم بالكلفة لنا البنات راهي اشكال وانواع كاي اللي تشرب بالخاف كاي اللي ما تشربش نردو بالنا ونزيدو غير بالعقل انا شوفوا الكمية لدتها كاس غير وحد كات كوية غير قاس يعني قاعد فيها وحد ربع مغارف هاكا كاي اللي كلابات تاعي خليتها الدور عدة دقائق وتكون واجدها ولي ما عنداش لو بيتخان بنات نقول لكم نعود لكم يعني هادو من الوصفات تاع الفارينا نديروهم بيدينا ما كاش ما اسهل انا كي عندي راني استعملت هنا كان قريب المغرب وكنت بخيسي درت هنا زوج حبيبات تتعطو ماطيش البنات درت معهم وريقة تار شوية زعيتها مغير فاتع كري شوية فلفل لكحل شوية مغير فاتع صغيرة تاع سكر ربع مغير فاتع كمون المهم شوية تاع زيت زيتون وخليت تطماطيش ديالي هادو الوصفة كتشوفوا قطعة تطماطيش عشوائيا هادو الوصفة وشو نقول لكم نجي وشو نقول لكم عسل بزاف ابنينا درت لها قطرة تعلمة وخليتها طيب انا كي قريب المغرب لبنات هاهي ليك لابات تعي صالة النابي كيفاش يعني دوبلت لفولوم كسرت لها الخمرات تاحا جبت لقري ديالي جبت الفورماج لبنات لصوستومات رحيتها بالميكسر نحيت لها الراند وزعيتها ورحيتها بالوبغا ميكسر جبت شي ليك تبربي زيتون شوية تاعة طن ورح نوجد معاكم كيف كيف لابات قلت لكم العجينة اللي وجدتها خرجت لي زوج حبيبات يعني زوج دو بيتزا قاهي ليك رشيت شوية تاعة فارينة في البلون دو تخافاي بسك العجينة ديالي مليحة مشي تلسق بزاف يعني مكترش الفارينة وبديت نحل فيها بالحليول باش يعني نتحصل على شكل دائري ونحطو في هديك الاغري الاغري البنات جاية لما تيختحات بين بلاستيك ميه من شي بلاستيك صح والله ما لابلي باش خادمينها لكن وشو نقولكم النتيجة يعني باهرتني كانت اكتر من رائعة شوفوا البنات هناك ونحطها فلاق غي بطريقة لكو تشوفو فيها انا سكرفشت الفرماج ديالي الله الله قطعت المعد النوس ورح نبدأ ندير في التزيين نحط اول حاجة بيانسيغ نحط لها السوس دائما نوصيكم البنات كي جو تديروا لي السوس بتظهر تعالو الراف تاعكم ولا بلاك وياه فرغوا وبدو مشيوها يعني حاولوا ما تعبزوش يعني غير من الفوق برك باش هكدا تمشيلكم لها السوس وتجيكم سهلة باش تتاليوها في البيتزا وبعدا بيانسير ندير طبقة تاع الفرماج اللي سكرفشتو كي ما راكو تشوفو نديرو هو الولاني باش نعطيلو الوقت يدوب الفوق ديالي البنات سخنتو على اعلى درجة درتو افن وخليتو وبينسير البنات المعدنوس فيه فايدة كبيرة يشبحنا البيتزا بتاعنا وزيدون بلوس فيتامين درت الزيتون وزيت درت مملوطن وحطيت البيتزا ديالي الطيب تشوفو معايا شوفو رفوت ديالها شحال سهل يعني ما كاش ما اسهل وحطيتها في الفوق شوفو البنات يعني عدة دقائق ما نقول كمش نقول كم تلت دقائق ربع دقائق انخلعت البيتزا ديالي كانت تواجدة وطيبة وهو ما كاتبيننا في يعني في الموت دان بلوا بليك لاغري هاديك يعني تخوى سجوند تبرد صح ايبا البيتزا قاعدت سخونة ولاغري بردت لي يعني وش نقولكم فرحت بها وعجبتني يعني هاد المنتج راهو يتبع في الاسواق انا البنات اليوم والله ما كنت قصداته كنت خرجها بني ششري عندي امور كنت نحوس عليه قابلني شريته وقلت يالله نسيه ولا اصلح او اصلح لنا كاملة ولا ما اصلح شماليش نقولها انا خير يعني ما تتفر فيكم كاملة يعني خير ما تتلعب لنا كاملة كي مارانا والنتيجة كي مارا كنت شوفو اكتر من رائعة البيتزا ديالي طابت يعني شوفو البنات سيت طيبة البيتزا ديالي فليمول نورمال يعني هادوك ليجو بلندي سيت في هادوك ليمول اللي خرجوا واحد الوقت جايين متقوبين عجبوني خير من المول نورمال وزيت سيت في هادلاقري هادي قاتلهم كاملة بعدهم ترق هالي فريما مانيفيك شوفو غير كملت مسحتها برك وشوفو كيفاش يعني ولتلي توتسويت نضيفة انا معلول خصلتها دركلات صوبينة نشفت ليتا توتسويت او بعدا كيكملت البيتزا اللولانية يعني مسحتها برك وزيت استعملتها للبيتزا التانية وشوفو البنات يعني الاباتتاي كيفاش خرجت كيفاش تنفخت لي جات طرية يعني كيما البيتزا اللي مالفين يعني نشوفوها في المحلة اللي يبيعوا البيتزا ماكاش فرق مامكين سيختان وين هاديج اللي تتبع البرا شوفو نتيجة البنات شاهدتكم بالصحة ان شاء الله يعني كل واحدة شاهدتها نقولها ربي جالك تسمحيلي شوفو البنات هنا يا انا وجدت لها دوزين بات ونعطيكم التدبير الشابة كونسيرنون البيتزا اللي بنات بش تحبو تتحصلوا على نتيجة الشابة حلو يعني الدائرات ديلكم وخليوهم يريحو ونقولكم قيمة خمس دقايق عشر دقايق بش تبدو ديلو لهم التزين وتحطوهم يطيبو يعني هادو عن تجربة تاعي في المطبخ مشي كيما تيتاليو البيتزا سيخ بلاس وديو التزين وتحطوها طيب كيما تخلوها تريح شوية هادو متدابير البسيطة لكن تنفعناه في المطبخ قد لكم الفوق ديالي انا شعلتو يعني اكبر درجة حطيتو وها هي لي كراني نوجد يعني في الخبزة الدوزيام والا الوصفة كانت سهلة مهلا فرحة الدراري عجبتهم كاملاتيك بس كانت وشو نقولكم قيمة يعني الصورة راي تهدر نعمال ممشي انا اللي نهدر الصورة هي اللي تهدر والا هنا زينت قد لكم البنات بغي اكزمبل كيجو طيبو البيتزا دي منطربو طلاع البقايا تعال اكل مثلا قعدتلك بول دو فيانداشي منكاش متوم فتها وحطيها في البيتزا درتيق غاتن بالخضرة وباك هذيك الخضرة ما انت كلتش عاودي صوتها في شوية تعز بدوزيني بها البيتزا ديالك قعدلك شوية غس تعبولي ما تحقريش غطيه في المالي ما تخبيه في التلاجة كي تديري بيتزا ولا فتيه المهم لازم المرات تكون دبيرية في البيت التاحة حاجة ما تترمع في المطبخ شوفوا البيتزا ديالي كيفاش كي نرفضها البنات يعني ما كاش ما اسهل وشوفوا كيفاش طابت لي وشو نقولكم والله يصدقوني بسرعة جامي صارت لي اول مرة شوفوا كيفاش تدير لكم هذيك البابل على شو بيسك الفور صغير وصح سيتونجغي يعني الحرارة تدخل في البيتزا تعتو تسويت والا قلت لكم البنات دايرين تانيك في المطبخ اللي كنستعملوها البطاطا ولينقلوها ايبان نكلي ندرو ديف خيت في الفور اراني ان شاء الله كل استعمال لهاد المنتج الرائع اراني جو بارتاج معكم كل حاجة ممجوني بزاف افكار لبنات ممبوغ الخبز تعتاجين خبز الدار المهم يعني غدت البيتزا يجا تنشحن من فكرة في راسي ان شاء الله كل ما ندير حاجة ان شاء الله نبارتاجيها مع أخوة تاتي بش هكا ولأعجبكم انسي جامي تلقيتوا بهد المنتج ولأحبيتوا تكسبوه يعني تعارفوا كاملا وش كاين فيه خصلتو تخصل ينشفتع بالخف يطيب تاتو تسويت التنظيف ديالو ساهل وارزقنا به ربي سبحانه اليوم بس كما كونش كامل انا ويا قلتلكم وهاهيليك افكار على بالي بديك تساعد كل واحدة فينا وانا راني معاكم انا البيتزا دياليز تلها انفيلة زيت زيتون يعطي لها بنا على بنا وهاهيليك كانت عندي شريبة مع البيتزا شلاضة تعفلفل مع شوية كيما قال لأخر شربات وبنبيصلة الناس كانت وجبة متكاملة خفيفة اضريفة كلينا وشبعنا والحمد لله درسوش خبزات وكلنا كاملة وشبعنا والحمد لله وهادي هي البنات البيتزا ديالنا انا قربتلكم بش تشوفو مالقير اضاءة لبيركم المغرب والليل لكن يعني بيناش قالح وشيها كيما يقولون اسزبان وهادي هي اخوتتي بالنسبة للفيديو تاليوم انشاء الله تكون نفعتكم إن شاء الله تكونوا ديتوا فكرة وتعلمتوا حاجة جديدة إن شاء الله دائما كل فيديو لنديروا تخرجوا منه يالو كان بفايدة صغيرة وإلى فيديو واحد آخر نقولكم كامل أخواتي دمتم حبيبتي في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة